متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة في النهاردة تحديثين مهمين هكلمكم عنهم أول تحديث خاص بجوجل آي ستوديو جوجل آي ستوديو موجود فيه من خلاله جنريت ايميج بتقدر ان انت تولد صور بشكل مجاني وإحنا كنا جربناه من قبل وقلنا إن في النمازج الموجودة عندك ثلاث نمازج عندك ايماجين ثري وعندك ايماجين فور ولكن ما كنتش بتقدر ان انت تطلع الصور بتاعتك بجودة عالية كانت الجودة لحد 720 بيكسل دلوقتي داخل جوجل آي ستوديو تقدر ان انت تولد الصورة لحد 2K طبعا الجودة بتاعتها هتبقى رائعة جدا وانت هتلاحظ الفرق دلوقتي لما تبتدي تنشئ بهذه الجودة وفيه كمان بالنسبة لي النمازج الموجودة عندك ايماجين فور وعندك ايماجين فور ألترا وكمان عندك ايماجين فور فاست ويماجين فور فاست بيولد لك الصورة بشكل يعني او سرعة اقل من ايماجين فور ألترا ويماجين فور فلو انت هتقارن في الاستخدام ما بين الصورة والجودة فعلى حسب انت عايز ايه تهمك الصورة هتستخدم ايماجين فور فاست تهمك الجودة هتستخدم ايماجين فور ألترا او ممكن تستخدم النموذج اللي في النص ما بين الاتنين وهو ايماجين فور واماجين ثري هو ارخص نموذج بالنسبة لجوجل وأقلهم من وجهة نظري تعالوا بقى نشوفه النهاردة لو استخدمنا Imagine 4 Ultra واستخدمناه مع الـ 2K يعني الـ Resolution العالي ده ممكن نتيجة تكون عاملة إزاي هبتدي أستخدم الأمر رجل كبير في السن بلحية خفيفة ونظر حد نص وجهه مغمور في الظل بإضافة درامية وخلفية سوداء أنا هقول بإضافة درامية سينمائية يظهر ملامح القوة والتأمل وهختار يكون الأسبكت ريش واحد لواحد كمان ممكن أنت تختار الـ Number of Results لحد أربع صور وتختار ما بينهم أنا هخليهم صورتين بس تعالوا نشوف النتيجة وعايزك تبص بقى على الصور طبعا أنت قدامك صورتين النص وجهه بيكون في الظل والنص التاني بيكون في النهور زي ما احنا شايفين فمسلا لو بصين الصورة زي الصورة دي بص أنا عايزك تشوف التفاصيل بتاعة الوش وعطي مثلا لشخص فيه منتصف العمر فيه بعض التجاعد البسيطة جدا بالدين النص وجهه في الظل النص الوجه التاني في الإضاءة وعايزك تشوف الكواليتي بتاع الصورتين لما بتقرر صورة معينة عايزها بتبتدي تعمل لها download load ولو انت عايز تقارن ما بين الـ 2K والـ 1K ممكن نشوف مع بعض كده الـ 1K كده تعالا نبص عليه طبعا حلوة برضو النتيجة ولكن أنا شايفة 2K كان كمان الجودة بتاعة الصورة عالية يبان أكتر في 720 بيكسل يعني يبان أكتر في 1080 4K والـ 2K شوية الفرق بينهم بسيط جدا وهنا بقى Imagine 4 Fast تظهر معاه الـ Resolution العالية اللي بتظهر معه Imagine 4 Ultra تعالا كده نشوف النتيجة حتكون عاملة ازاي بص النتيجة حلوة برضو النتيجة ولكن ده مش رجل في منتصف العمر ده رجل أكبر من رجل في منتصف العمر وبالتالي النتيجة الأدقة من وجهة نظري كانت Imagine 4 Ultra ومع 2K كانت النتيجة ممتازة جدا لو بصينا لي Imagine 3 تعالا نبص كده Imagine 3 برضو عشان نعمل مقارنة ما بين النمازج الأزيمة والنموذج الجديد النتيجة حتبقى غريبة جدا لأنه ما كانش بيدعم ظهور الأشخاص لو تفتكروا Imagine 3 دي كسورة طبيعية بورتري مثلاً لمشهد معين الأشخاص ما بيركز عليهم زي ما أنتم شايفين شخص كده يعطيني ظهره وكده بالمنظر ده كده فأنت مش شايف أصلاً وشه ف Imagine 3 مش هيبقى مثالي خلاص يعني لم يعود له استخدام من وجهة نظري نيجي بقى لتاني تحديث داخل جيميناي تاني تحديث يمكن أنا ما تطرقتلوش يعني ما ركزتش عاية لما كنت بتكلم على الستوري بوك احنا تكلمنا أنه فيه طريقتين ممكن تقول له create a story book وممكن تروح هنا تختار الستوري بوك نفسها فينقلك للستوري بوك عشان تتأكد أنه هو حينشأ لك الستوري بوك وتبتدي هنا تقول القصة اللي انت عايزها إيه إنشاء قصة عن رجل يدعى عمر في مغامرة لتسلق أعلى جبل في العالم وحضرتك بيكون عندك الصورة بتاعت الشخص نفسها اللي انت عايزه يكون بطل القصة نفسها فهنا مثلا أنا هختار الشخص ده وليكن أنا عملته باستخدام imagine 4 مثلا ألترا علشان أستخدم هذا الشخص يكون هو بطل القصة وحبتدي أدوس enter حيبتدي أنه هو يعمل create a story book حيستخدم فيها البطل الموجود أو الكاراكتر اللي موجود في القصة هو الشخص اللي أنا رفعت له صورته طبعا تقدر ترفع sketch يعني أنت حاجة أنت رسمها على ورق وتقدر أنت تقوله برضو استخدم الكاراكترز أو الكاراكتر الموجود داخل الصورة دي هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة هل فعلا هيستخدم الشخص ده ولا لأ داخل الصورة هنشوف مع بعض هنا طبعا الشخصية الكارتونية زي ما احنا شايفين وخليشي للنظارة لكن لو تاخدوا بالكوا هتلاقيوا إلى حد كبير جدا فيه تشاوه حتى لو كارتوني ما بين الشخص ده والشخص ده نفس اللحية والشعر والتيشيرت سابه زي ما هو والبنطلوني الجينس سابه زي ما هو تعال نجرب حاجة تانية هروح تاني للستوري بوك نختار بقى شخصية ممكن تكون من غير نظارة المرة دي هقول له مثلا قصة عن رجل مبتهد في العمل بدأ من الصفر حتى اصبح مدير شركة كبرى هدوس انتر هنا الشخصية واضحة زي ما احنا شايفين والوش واضح رحلة زياد من الصفر إلى القمة طبعا هو يعني حيبتدي أكيد لسه صغير في السن عن الشخصية دي فهنا هو لسه شاب صغير وهنا حيبتدي يديك رحلة كفاحه وهتبص تلاقي كده بالتدريج حيبتدي يجبر في السن بص الوجه حيبتدي يجبر في السن في الاخر خلص اعطاني كمان نفس البدلة اللي هو لابسها وهنا في الاخر هتلاقي ان الشكل تقريبا تقريبا مشابه لي الفيتشارز الاساسية بتاعت الشخص ده بالنسبة لي التحديث ده ممكن يهم البعض اللي بيحب يعمل قصص يعني للأطفال ممكن الموضوع ده يفيده جدا أيضا بالنسبة للجزء المتعلق بالتباعة يقدر تروح تعمل برينت لكن بياخد وقت طويل قوي لحد ما بيبتدي ان هو يهيأ سوريبوك للتباعة فيه كمان إمكانية ان انت تعمل شير على الفيسبوك على لينكد انا على اكس على ريدد وكمان ان انت تشير اللينك الخاص بالقصة نفسها وفيه كمان خاصية جميلة جدا اللي هي خاصة باللسن الاستماع يعني اللي هيشوف القصة يقدر نويا يسمحها صفحة بصفحة وتقدر تختار من زي ما احنا شايفين وبصراحة انا شايفة ان الخاصية دي كأداء تعليمية ممتازة جدا جدا من جوجل ده بشكل سريع بالتحديثين اللي حاب تتكلم عنهم النهاردة يارب يكونوا فادوكم اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فارد منسوش تدعمونا باللايك وشير وكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولكنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته